المأساة وحدها من تتصاعد في اليمن فإلى جانب الحرب والدوع يخوض اليمنيون معركة أخرى مع قاتل جديد وهو الكوليرا فالوباء الذي يواصل حصد أرواح المواطنين منذ إبريل الماضي بات يشكل تحديا صعبا للمنظمات والهيئات الصحية التي فقدت قدرتها على السيطرة عليه ومنع انتشاره حتى الآن فمن يوم إلى آخر تشهد البلاد ازديادا في عدد الوفيات والمصابين الأمر الذي أدى إلى انتشار الوباء تقريبا في كل المحافظات اليمنية وما عبرت عنه منظمة الصحة العالمية بقولها إنها تواجه أسوأ حالة تفشي للكوليرا في العالم تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية ذكرت فيه ارتفاع عدد الوفيات بالوباء إلى أكثر من 1300 حالة في وقت وصلت فيه حالات الاشتباه إلى أكثر من 200 ألف حالة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف كانت قد حذرت من تزايد انتشار الوباء مرجحة أن تتجاوز الإصابات في البلاد حاجز 300 ألف حالة بنهاية شهر أغسطس المقبل وكنتيجة لتسارع انتشار الوباء قالت منظمة أنقذ الأطفال البريطانية إن المرض في اليمن أصبح خارجا عن السيطرة حيث يتسبب بإصابة طفل واحد على الأقل كل دقيقة في وقت يشكل فيه الأطفال تحت سن الخامسة عشرة ما نسبته 46% من عدد الحالات الجديدة المشتبه إصابتها بالوباء وبحسب المنظمة فإن أكثر من 30 شخصا يموتون كل يوم بسبب المرض جلهم من الأطفال وترجع المنظمات الأممية سرعة انتشار الوباء وارتفاع عدد حالات الإصابات بالكليرا إلى تدهور منظمة الصحة والمياه والصرف الصحي في البلاد نتيجة حرب الميليشيا وهو من عكس سلبا على حياة المواطنين الذين باتوا يعانون صعوبة في الحصول على مياه شرب آمنة أو صرف صحي سليم وبرغم التهديد الكبير الذي يشكله الوباء نتيجة انتشاره في كل المحافظات اليمنية إلا أن الجهود المبذولة لا تزال قاصرة في مواجهة المرض هنا في ريمة وتحديدا في عزلة الأبارة شواهد كثيرة على غياب الجهود المطلوبة لمواجهة الوباء في المحافظة التي لا تحظى بأبسط مقومات الرعاية الطبية على الرغم من تسجيل العديد من حالات الوفاة والإصابة وكما هو الحال في ريمة فثمت حالات كثيرة في ريف البلاد لا تصلها الكاميرا وقد لا نسمع عنها وهو ما تعجز عن رصده أيضا عيون طواقم الهيئات والمنظمات الصحية كتلك التي تعاني منها مديرية المحابشة في محافظة حجة حيث وجه الأهالي نداء استغاثة للمنظمات الدولية لمكافحة الوباء الذي وصلت حالة الاشتباه به هناك إلى نحو ستمائة حالة وفي محافظة أبيان جنوب البلاد وجه العديد من أبنائها نداءات عاجلة إلى جميع المنظمات الدولية بضرورة مساعدتهم لمكافحة الوباء بعد وصول أكثر من خمسين حالة جديدة خلال أربع وعشرين ساعة عجز المؤسسات الصحية المحلية في مواجهة الوباء دعاها لمطالبة الجهات المسؤولة والمنظمات الدولية إلى العمل على زيادة مساعداتها الطبية خصوصا في ظل ارتفاع أعداد المصابين بالوباء ونقص الأدوية اللازمة لمكافحته